تجاوزت القرن من الزمن من ملامحها المبتسمة وبهاء وجهها وتيبي كلماتها اكتشفنا سر حياتها حياتنا مفعمة بالتفاؤلية ما جعلها تنتصر على فيروس كورونا تسير الخالة مسعودة بخطوات متأنية ووافقة في ساحة منزلها تاركة وراءها أعباء قرن وعام من عمرها وعدو تحدته وتغلبت عليه عدو أصيب به عشرات الألاف من شيبي وشباب البلاد ولكنها كانت لهو بالمرصاد أبدأ نقول لي هاك كمان هالثيم در إصماتي ألحبيك وتصبح بناحر يهاجل بها سامي فديك وشن هالثيم هالغطيتوني بها هاك هاك حاول تقول الخالة مسعودة التي اختطف الفيروس أحد أبنائها مؤخرا قضت فترة الحجر الصحية بمنزلها وسط اهتمام أبنائها بشكل عادي ارتحت لابس عليها وراي في فترة الكورونا نجينا بنتها أخويا نقاها هي تقضي يا رحبي بخويا هي تقضي وهذه بكرون يقول لي أخوتي ها وعيها أقول لي لأ مش نمرضة بكرون يا بتي رمش نزوك نقسوك نفس أقول لي أمشي بكرون اليوم تبارك الله عليها تبارك الله عليها تعجن الخبس تعاولنا هي في هالسن هذائي نصلي عنا بيعليها ذاكرة قوية بعد تجاوز الطرق الصحي العابرة تتابع الخالة مسعودة رحلة العمر الطويلة بين أجيال عائلتها الصغيرة والكبيرة